مليء بالألغام والمطبات يثير الضغائن والأحقاد بين أبناء الشعب الواحد ويؤسس للطائفية هكذا وصف الدستور العراقي الجديد الذي وضعه الاحتلال الأمريكي حين كلف نوح فليلدمان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بكتابة المسودة الأخيرة له بإشراف سيئي الصيت بول بريمر وزلماء خليل زادة كتب الدستور بشكل عاجل وبصياغة ركيكة وغير قانونية وبثلاث نسخ تختلف في بنودها وعلى الرغم من الرض الشعبي الواسع لهذا الدستور فقد مر التصويت عليه بالتزوير والخداع وقبل يوم واحد من التصويت ذكرت صحيفة لوسانجلس تايمز غدا سيذهب العراقيون للتصويت على دستور لم يقرأوه ولم يكتبوه ولم يساهموا في مناقشة بنوده ولا يعرفون شيئا عن محتوى رئيس الوزراء الأسبق يدعلاوي أقر بأن الاحتلال الأمريكي للعراق هو من صاغ الدستور الحالي مما يظهر حجم الإملاءات الكبيرة من الاحتلال على العملية السياسية في العراق مؤكدا أن السفيرة الأمريكية الأسبق في العراق زلمي خليل زادة فرض على الأحزاب السياسية كتابة دستور بطريقة غير احترافية وعلى عجل وأضيفت له عدد من الفقرات بعد إقراره الحكومات المتعاقبة تولى التنفيذ الدستور الحالي الذي يؤسس للمحاصصة الطائفية ويعمق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد مما ينذر بعواقب وخيمة تستدعي وبإلحاح إسقاط نظام المحاصصة الطائفية برمته وإعادة كتابة الدستور العراقي في ظل حكومة وطنية